مستر محمد سعد علامة الجزاية مع مستر محمد سعد النهاردة سنة ستة بتلاقي المنهج الجديد منهج كونكت الترم الثاني مهم جدا على يونت ناين قبل ما تتفرج على الفيديو ده لازم تتفرج على ثلاث فيديوهات عالمية بيتكلم عن زمن الماضي المستمر حسيب الرابط في صندوق الوصف وفي اول تعليق ده جرامر بتاع الوحدة دي تمام يونت ناين عنوان الوحدة what's the story يعني ما القصة خلي بالك انا بعلمك ازاي تحل علشان اي سؤال يجيلك بتقيس وتشتغل بالطريقة بتاعتي تمام هنا بيقول complete the sentences with the correct form and brackets يعني كمل الجمل دي بالشكل الصحيح للكلمة او الكلمات بين الاقواص احل السؤال ده ازاي اول حاجة افتح عناية كويس واشوف جمل علي ولا سؤال اشوف المعنى اشوف الزمن اشوف الترجمة اشوف المفرد والجمع اشوف اللي قبلها واللي بعدها حركاتك يا هولندا زغزغاتك يا هولندا تأثراتك يا هولندا حوضح معنا الكلام ده ايه واحنا بنشرح تمام number one هنا بيقول my dad was sleep yesterday evening واحن يستعجل ويقول hey انا شاتر في yesterday يبقى جملة في الماضي اديها slipped ويكتب بقى slipped ويطلع بقى بالامتحان يلاقي الدنيا مختلفة خالص لان هو استعجل لأ ما مستعجلش بص على قبلها was was aware على طول الزق للفعل وانا مغمض مش وانا مفتح تمام ده حالة كمان لو ما كانش جايب وزور حاجبها ليه لانا هن في وقت وزمن مع الماضي يبقى ماضي مستمر ودي حاجة مهمة كدا لازم تعرفها عن الباست كونتينوس تانس اللي هو زمن الماضي المستمر زمن الماضي مستمر وقت وزمن مع الماضي يبقى ماضي مستمر على طول yesterday evening يبقى هنا لازم ايه was aware الverb الزق له اين شي was sleeping تمام يلا نديها كدا مع بعطينا اديها اللون بتاعها sleeping yeah s-l-e-e-e-p-i-n-g تمام كويس خالص number two kareem was doing his homework space what the phone rank لازم اترجم الجوملة كويس انا مش عارف حاجة انا مش عارف حاجة kareem كان بيعمل وقبه لما التليفون ران انا ترجمتها بالبلد يهو نترجمها بالفصحة لشان الفصحة اللي بيجيبها لي كريم كان بيعمل وقبه عندما التليفون ران لما يبقى على طول هنا وين الترجمة جابتها تمام نكتبها كدا مع بعطينا w-h-e-n-wan he has space and you have underline this o-key space يلا مش الخطة هو طول البانك توشن مهم تمام يبقى وين عندما هنا هو خلي بالك وين يعني عندما هنا رابطة يعني ايه رابطة يعني بتربط بين جملتين بتربط بين زمانين بتربط بين حدسين وين عندما بيجي قبلها was aware الفعل ing يعني ماضي مستمر وجاي بعدها ماضي بسيط اهو الباست ايه simple اهو ماضي بسيط اهو اهو اللون اهو وده الزمن التاني اهو was aware اهو 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 ده الزمن اهو خلاص تمام يبقى وين عندما رابطة مهمة جدا بيجي قبلها was aware الفعل ing بعدها ماضي بسيط حدث كان شغال اطعوا حدث تاني زي مسلا اقول ايه while اهو مثال واقعي حي حصل من شوية كمان while i was making a video the phone rang ينهر ابيض بينما كنت باعمل فيديو اتلفون ران لانه while بيجي قولها ماضي مستمر هو زواف عن الشي هقول ايه برضو i was making a video when the phone rang تمام يبقى when عكس while ساعات when بتساوي while يعني when بتاخد كل ازمينة كلامة مش عاوزين نفتح فيه كتير قوي انت ساعة تبتدائي مش عاوزين ايه ندخلكو فيه تفاصيل قوي بس اما حاجة تعرف ان when يعني عندما دي رابطة بيجي قبلها was aware final g وبعدها ماضي بسيط بس ساعة تبالfe in this Y Heavy اعاوز اقول ان دينا ومها ايه بيمشوا او كانوا بيمشوا ايه بجوار البحر تمام وحيد يقول هي انا شاطر دينا ومها جامع يبقى اكتب ار اه فعلا انت يا بني شاطر بس شاطر في الاستعجال لاني هنا تبع Plan طبعاً الجملة في الماضي WAS تبقى WHERE على طول الجملة في الماضي ممكن تخليها في المضارع بس هو عايزك إيه تكتب هنا هو إيه تخلي إيه الجملة في نفس الزمن WAS تبقى WHERE اللي نهينا دينا وإيه وأمها جمع تمام يبقى WHERE على طول W E R E الديها سبيس وديها سبيس هنا كانوا ماشيين إيه إيه بجوار إيه البحر تمام نومبر فور إيه ده انت قاعد بتفرج عليك كده بتقول لي حلاوة يا ولاد الفيديو الحلو ده الفيديو الحلو ده لا ما تقولش كده ما تقولش كده انت already كتبت السنتنسيز دي كتبت الجملة دي كلها وحلتها ودلوقتي بتختبر نفسك معاي تمام نومبر فور I was playing games when my brother arrived عاوز أقول أنا كنت بلعب ألعاب عندما إيه أخويا وصل تمام واحد يستعقل بقى يقول إيه هي أنا شاطر أنا عملت زي ما مستر محمد قال لي المفرد ياخد S ويحط الفعل S إزاي انت فعلا شاطر بس شاطر في الاستعقال لأن هنا زمن الجملة في الماضي لأن الماضي بياخد ماضي الماضي بياخد ماضي يبقى لازم هنا was aware فعلا نجي I was playing games when my brother arrived يبقى حط لها هنا دي ماضي بسيط تمام يبقى هنا وين عندما دي رابطة بيجقاب لها was aware الفعلا نجي ماضي مستمر بيوراها ماضي بسيط الماضي بسيط يعني إيه يعني أي فعل منتظم بحط له ed لو فعلا غير منتظم بحفظه زي ما هو تمام نكتب بقى arrived هشيلها كلها علشان مفيش space a r r i v e d تمام كويس خالص أدوينها هي عندما الرابطة هي عندي شفت أنا بحل إزاي خلي بالك خلي بالك بالطريقة بتاعتش حتى نتعرف تحلي بالطريقة بتاعتش number five space are you writing a message when i came إيه دا واحد يقول hey r تبقى إز بناء على إيه أنا مش عارف في طلبة بتعمل حاجات غريبة بناء على إيه خلي بالك من الكلام بقوله بناء على إيه دا تشتغل هي بناء على إيه are بقى إز دا يو يا راجل ما بتاخدش إز يوم بتاخدش إز خالص يعني إيه يعني أخد بالي من المفرد والجامل دي حاجة الحاجة التانية فين الزمن بقى تمام هنا بيقول when i came عندما أتيت ماضي يعني مفيش إز خالص أصلا ولا فيه are الجملة في الماضي يبقى على طول was aware الفعلة يتاخد where where you're writing a message when i came كنت بتكتب رسالة عندما أتيت الماضي بياخد ماضي يبقى عندما بيق وراها أو بعدها يعني بسيط زمن ماضي بسيط ويجاي قبلها ماضي مستمر وماضي مستمر بيكون من إيه was aware الفعلة يبقى هنا لازم أكتب where تمام w-e-r-e وحافظ عليها capital كمان w-e-r-e where كي تمام where you're writing a message when I arrived twice ماضي مستمر number six my brother and I space was riding a bike عاوز أقول أخويا وأنا كنا بنركب عقلة تمام يبقى إيه أنا مش عارف حاجة أعمل إيه أبص على المفرد وجام أبص على قبله my brother and I جام يبقى ورا على طول was step away اضرب w-e-r-e w-e-r-e تمام ماضي مستمر كويس لازم كمان تتفرج على الفيديوهات وتكلم عن past continuous tense زمن الماضي مستمر وحنزل برضو رابط زمن الماضي البسيط نزلتو قبل كده هو في الفيديوهات اللي فاتت وحنزلو تاني ماضي البسيط post simple أي فيديو انت عايزو حتلاقيه في قوائم التشغيل تمام number seven the last one here where will you go yesterday morning واحد يستعقل بقى يقول hey أنا شاطر yesterday يبقى go تبقى went ايوه فعلا انت شاطر بس الشاطر في الاستعجال علشان هنا الجملة في الماضي المستمر was aware ها هترد علي الفعل اين شي على طول وقت وزمن مع الماضي ماضي المستمر اهو الماضي والوقت زمن اهو morning يستدي morning يعني ايه حاجة كانت شغالة في وقت معين في الماضي ينهر ابيض هو ده الماضي المستمر بيستخدمه في كده حاجة كانت شغالة في وقت معين في الماضي where were you going yesterday morning كنت رايح فين الصبح ايه ايه برح الصبح تمام يبقى go الزق لها ايه i n g g o i n g و space كمان خلي بالك من طريقتي من الحل تمام انتهى الفيديو بتاعنا عقبك اديها subscribe اديها like اديها share هامل الفيديو تغطي المناهج كلها مراجعة اشوفكم على خير goodbye مع السلامة